لابد أن نبدأ وإياكم في هذه الجلسة باستعراض ما تم بحثه والتوصل إليه في الجلسات الماضية تذكيرا لكم ولمتابعينا ولمن لم يدرك تلك الجلسات كذلك لأن هذا البحث بحث كما ترون متصل ومستمر وكل نتيجة نصل إليها في جلسة من جلساته مبنية على نتيجة قد سبقت في جلسة قد سبقت وحيث إنا قد اضطررنا للانقطاع لبضعة أسابيع نتيجة المناسبات الإسلامية التي فرضت نفسها علينا فإنه لابد إذن من التذكير هذا سرد لما تم بحثه وثبت حتى الآن أولا أن نائمة أهل الخلاف كانوا يتعمدون كتمان وطمس الأحاديث النبوية التي تخالف أهواءهم كأحاديث اعتزال الحكام الجائرين من قريش هذا رغم كون هذه الأحاديث صحيحة فقد أمر أحمد بن حنبل ابنه بمحوها كما هو ثابت في مسنده من قوله اضرب على هذا الحديث وكان بذلك مصداقا لما رواه بنفسه من قول النبي صلى الله عليه وآله من كتم علما يعلمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار فتكون النتيجة بعد هذا عليكم السلام ورحمة الله فتكون النتيجة بعد هذا أن أحمد بن حنبل وأمثاله في النار ملعونا باللعنة التي أنزلها الله في كتابه إذ يقول إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلْنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ثانيا من تلك الأحاديث الصحيحة التي تعمدوا إخفاءها ومحوها أحاديث تتضمن مثالب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وبيان الصورة الحقيقية لهم فقد قال أحمد بن حنبل وَإِنِّي لَأَضْرِبُ عَلَى غَيْرِ حَدِيثٍ مِمَّا فِيهِ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ شَيْءٌ بَلْ كَانَ حِينَ يَسْمَعُ مِنْ شَيْخِهِ هَذِهِ الْأَحَاديثِ يَضَعُ إِصْبَعِهِ أَوْ أَصَابِعَهُ فِي أُذُنَيْهِ طَوِيلًا حتى تنضي هذه الأحاديث فكان بذلك مصداقا لأهل الكفر الذين اشتكى منهم نوح عليه السلام كما في القرآن المجيد إذ يقول قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثالثا من تلك الأحاديث التي منع أحمد روايتها وكتابتها حديث أمر الطاغية الأول أبي بكر خالد بن الوليد عليكم السلام ورحمة الله بقتل أمير المؤمنين علي عليه السلام أثناء الصلاة وحديث اتهام عائشة علي عليه السلام والعباس بأنهما سيموتان على الكفر فقال أحمد ما يعجبني أن تكتب هذه الأحاديث هذا رغم أنها رويت بأسناد صحيحة عن شيوخ انثقات كالرواجني بل عن أئمة أثبات عند القوم كالزهري وعروة رابعا أي النقطة الرابعة صحيح دقيقوا يا أنا كان أحمد بن حنبل يقوم أيضا بالأمر بمصادرة كتب الحديث التي تتضمن هذه الحقائق وحبسها عن أصحابها وحيث كان يحتاج إلى أسنادها فقد كان يكتبها من شيوخه ويهم المتونها فيكتب مثلا حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال لا شيء لا يوجد شيء فقط يكتب السند ويترك المتن كان يفعل هذا فقط ليعرف من يروي عمّن أما المتون فحيث كانت تتضمن هذه الحقائق الخطيرة فإنه كان يمحوها ويأمر بمحوها ويمنع كتب الحديث التي تتضمنها من أن تصل إلى أصحابها بعدما تمكن أحمد بن حنبل وحالف السلطة العباسية حكم على كل من يجمع هذه النوعية من الأحاديث الصحيحة بالرجم وكان ذلك فصلا من فصول الإرهاب الفكري البكري الذي غذاه بن حنبل خامسا مالك بن أنس لم يكن بأحسن حالا من أحمد في هذا الشأن فإنه تعمد الإعراض عن كل أحاديث المثالب رغم صحتها ولم يفلت منه سوى حديث الحوض الذي يثبت أن أكثرية أصحاب النبي صلى الله عليه وآله في النار ومع ذلك قال تلميذه الشافعي أنه في أخريات حياته أي في أخريات حياة مالك أي في مرض موته أبدى ندمه الشديد على إخراجه هذا الحديث رغم كونه صحيحا قال مالك أيضا في مرض موته لقد خرجت مني أحاديث لوددت أني ضربت بكل حديث منها سوطا ولم أحدث بها وإن كنت من أفزع الناس وهو يشير بهذا إلى الأحاديث النبوية التي لم توافق مذهبه القائمة على اعتماد عمل الناس حاكما على الحديث فكل حديث ليس عليه العمل مرفوض عند مالك وإن كان صحيحا وقد نص في كتاب الجامع من العتبية وغيره على مخالفة نص الحديث الصحيح إذا كان العمل بخلافه وقد أحصى عليه الشافعي تلميذه في بادئ الأمر ستة عشر حديثا يرويها بنفسه يرويها مالك بنفسه ثم يخالفها لقول واحد من الصحابة على تعبيرهم أو لقول بعض التابعين أو لرأي نفسه أما إمامهم الليث بن سعد فقد أحصى ما هو أكثر قائلا لقد أحصيت على مالك بن أنس سبعين مسألة كلها مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله مما قال فيها برأيه وأما إمامهم محمد بن الحسن التميمي الجوهري في كتابه نوادر الفقهاء فقد أحصى على مالك أكثر من سبعين مسألة مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وآله مما قال فيها برأيه ومن قبل كان إمامهم بن أبي ذئب قد أفتى أو حكم باستتابة مالك أي طلب التوبة منه لأنه يخالف حديث النبي صلى الله عليه وآله المشهور البيعان بالخيار فإن لم يتب مالك وجب أن تضرب عنقه هذا في حكم ابن أبي ذئب وقد أبدى أحمد بن حنبل موافقته لهذا الحكم بعدما نقله عن ابن أبي ذئب إذ قال عنه هو أورع وأقول بالحق من مالك سادسا نتيجة هذه الصراعات بين إمة المذاهب وأتباعهم فقد انتعشت ظاهرة وضع الأحاديث المكذوبة فكل أهل مذهب وضع حديثا ينصر إمامه ويذم الآخر فالحنفية وضعوا مثلا حديث يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي والمالكية وضعوا حديث يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة والشافعية وضعوا حديث عالم قريش وهكذا وهلما جرة من انتعاش ظاهرة وضع الأحاديث من هذا النوع وضعوا حديثا عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام يذكر فيه أن وصيه هو مالك بن أنس ويوصي الناس باتباعه أحيانا كانوا يستعينون بالمنامات الكاذبة الفارغة السخيفة كالتي ادعاها عليكم السلام ورحمة الله كالتي ادعاها مالك بن أنس من أن بعضهم رأى النبي صلى الله عليه وآله في المنام وأمره أي أمر مالكا بأن يفرق على الناس ما خبأه من طيب وعلم وحتى تكتم الفصول المسرحية كان مالك بعدما يذكر ذلك يبكي أو يتباكى سابعا وضع مالك وأضرابه قواعد لإبطال سنة النبي صلى الله عليه وآله وتعمد مخالفتها منها الاستحسان الذي اعتبره تسعة أعشار العلم وتعريفه ترك الدليل للعرف وتركه للمصلحة وتركه للتيسير وتركه لرفع المشقة وإيثار التوسعة ترك الدليل الدليل يأتي عن النبي صلى الله عليه وآله الدليل الشرعي يترك للعرف أو المصلحة أو للتيسير على الناس ونحو ذلك هذا ما يسمونه الاستحسان وبه تغيرت الشريعة وغيروها بالفعل تسعين بالمئة غيروها واعترف مالك بذلك إذ قال الاستحسان تسعة أعشار العلم وقد أدى هذا الاستحسان إلى نتائج خطيرة منها افتاء مالك بأن المرأة الدنيئة كالسوداء عنده أن المرأة السوداء دنيئة مثلا أو التي أسلمت التي أسلمت للتو امرأة دنية عند مالك أو الفقيرة امرأة دنية عند مالك أو النبطية غير العربية امرأة دنية عند مالك أو المولات الأمة فإن زوجها الجار وغيره ممن ليس هو لها بولي فهو جائس هذه كلها نتيجة الاستحسان ومن تلك القواعد التي وضعوها لإبطال سنة المصطفى صلى الله عليه وآله سد ذرائع القياس وهو القياس الظني كما بينا وشرحنا المصالح المرسلة وكلها قد ذكرنا أمثلة سيئة لنتائجها منها على سبيل المثال تشريع تعذيب المتهم حتى يعترف بالجريمة تحت التعذيب واكتشفنا بذلك أن دين محمد صلى الله عليه وآله قد حرف وبدل بهذه القواعد الباطلة وجماعها إنما هو على الرأي والذوق الشخصي تحول الدين إلى دين الرأي والذوق الشخصي والهواء ولقد انتبه مالك في مرض موته إلى ما أحدثه في شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله فكان يقول وهو يبكي وما لي لا أبكي ومن أحق بالبكاء مني والله لوددت أني ضربت بكل مسألة أفتيت فيها بالرأي سوطا وقد كانت لي السعة فيما قد سبقت إليه وليتني لم أفت بالرأي هذه شنو كانت سادسا لو سابعا سابعا فإذن الآن ثامنا أن مسلك مالك في تقديم الرأي على الحديث النبوي الشريف إنما ورثه من شيوخه وينتهي بالأصل إلى الطاغية الثاني عمر بن الخطة الذي كان يعمل برأيه وبما يراه من المصلحة وإن خالف بذلك السنة الشريفة كما اعترف به الطوفي الحنبلي في رسالته في رعاية المصلحة ومحمد أبو زهرة في كتابه تاريخ المذاهب الإسلامية والدكتور محمد طاهر حكيم الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في مقدمة اختلاف الفقهاء للمروزي أن ما سنه النبي صلى الله عليه وآله كان يبطل بالرأي بكل سهولة اتباعا لأبي بكر وعمر حتى أن ابن مسعود أبطل حديث عمار في التيمم لمجرد أن عمر لم يقنع به وبلغت الجرأة بعروة بن الزبير أن يعتبر تمسك بن عباس بالسنة في عمرة التمتع ضلالا وإضلالا لأن أبا بكر وعمر رفضاها وهكذا انتقلت الحجة في الأحكام من النبي صلى الله عليه وآله إلى أبي بكر وعمر ولهذا أفتى بعض أئمتهم بأن المحدث في صلاته يذهب ليتوضأ ويبني عليها خلافا لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله من بطلان الصلاة وضرورة إعادتها وما هذه الفتوى منهم إلا اتباعا لأبي بكر وعمر الذين أحدثا في الصلاة فلم يبطلها بل بني عليها وهكذا خالفوا السنة في موارد عديدة من فتاويهم مع اعترافهم بذلك فأفتى أبو حنيفة ومالك وأحمد بالعدول إلى تسنيم القبور مع أن السنة تصطيحها مخالفة للرافضة أنهم اعتمدوا على أصول باطلة توارثوها لتصحيح عدولهم من السنة إلى ما اجتمع عليه أكثر الناس ورأوه حسنا وبهذا أبطل النص على إمامة الإمام علي عليه السلام ومن تلك الأصول ما زعمه ابن مسعود إذ يقول ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ وقد رأى الصحابة جميعا بأن يستخلفوا أبا بكر رضي الله عنه على حد تعبير لا عنا الله ولتدعيم هذا الأصل الباطل قاموا ووضعوا حديثا مكذوبا على النبي صلى الله عليه وآله بمعناه وقد اعترف بكذبه ووضعه بعضهم ثامنا أو تاسعا لهذه النزعة الخبيثة نتائجها لا على الفروع فقط بل على الأصول والحقائق الدينية والتاريخية فلقد أبطل مثلا ابن تيمية حديث مؤاخات النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قياسا واستحسانا رغم قوة الأحاديث والآثار في ذلك وقد اعترف ابن حجر العسقلاني بأن هذا الإبطال ليس سوى رد للنص بالقياس أنه بسبب هذه الأصول الفاسدة هجر الالتزام بالنص عن المصطفى صلى الله عليه وآله وصار معظم فتاويهم قائما على استحساناتهم وأقيستهم وآرائهم وأصولهم الفاسدة تلك وقد اعترف إمام الحرمين الجويني بذلك قائلا معظم الشريعة صدر عن الاجتهاد والنصوص لا تفي بالعشر من معشار الشريعة عاشرا أن أعلام الحديث عندهم كانوا يتعمدون تحريف الأحاديث النبوية الشريفة التي تحرجهم وتزعزع مذهبهم ومن ذلك تحريف البخاري لحديث النبي صلى الله عليه وآله في أن عمارا تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار فالنسخة الأصلية من صحيح البخاري لم يكن فيها تقتله الفئة الباغية هذه العبارة ما كانت موجودة وذلك حتى لا يتعين أن معاوية وأصحابه الذين قتلوا عمارا دعاة إلى النار إلا أن هناك من النساخ المتأخرين من أرجع هذا الجزء المحذوف من الحديث من جديد إلى صحيح البخاري مما يكشف عن حجم التزوير والدس في مصادر الطائفة البكرية من تحريف البخاري أيضا حذفه فتوى عمر بسقوط الصلاة عمن أجنب ولم يجد ماء وإبطاله التيمم وحذفه اعترافه بجهله بمعنى كلمة الأب في القرآن الحكيم وحذفه حكمه بالحد على المجنونة الزانية مع أن القلم مرفوع عنها كل ذلك حذفه البخاري من الأحاديث والآثار التي أخرجها حتى لا يتضح للناس مقدار جهل عمر وكيف أن أمير المؤمنين علي عليه السلام كان يتدخل لينقذ المسلمين فيقول عمر تاليا لو لا علي لهلك عمر من تحريف البخاري للأحاديث وضعه كلمة فلان محل اسمه سمرة بن جندب لإخفاء أن هذا الصحابي على تعبيرهم كان بياع خمر وأن عمر بن الخطاب لعنه ودعا عليه فتتزلزل عقيدة أهل الخلاف في عدالة الصحابة وكذلك فعل الشافعي في كتابه الأم إذ وضع كلمة رجل محل اسم سمرة من تحريف البخاري للأحاديث وضعه عبارة وذكر رأسه ورجليه بدلا من عبارتي ومسح رأسه ورجليه في حديث صفة وضوء أمير المؤمنين عليه السلام وذلك حتى لا يظهر أن وضوء الشيعة هو الوضوء الصحيح الموافق لوضوء الإمام علي عليه السلام وأن أهل الخلاف إنما يخالفونه في أفعال الوضوء فبطل بذلك وضوءهم كما بطلت صلاتهم من تحريف البخاري للأحاديث حثفه ما جاء في حديث عمر بن العاص الذي زعم فيه أن النبي صلى الله عليه وآله قال إن آل أبي طالب ليسوا بأوليائي فلقد جاء في صحيح البخاري إن آل أبي قال عمر في كتاب محمد بن جعفر بياض ليسوا بأوليائي أما مسلم فبدلا من الادعاء بأن هناك بياض أي فراغ هنا فلقد وضع كلمة فلان محل طالب لتكون النتيجة في صحيح مسلم أن الحديث جاء هكذا إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي مع ظهور أن عمر بن العاص إنما كذب بهذه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله بغضا منه للإمام علي عليه السلام إلا أنهم حاولوا تنزيهه من ذلك وقالوا حاشاه أن يكذب مع أن عائشة اكتشفت ذات مرة كذبه ولعنته كما في مستدرك الحاكم بسند صحيح لكن جاء دور البيهقي هذه المرة ليتلاعب بالحديث ويحذف اسم عمر ويضع محله كلمة فلان لتكون النتيجة قول عائشة لعن الله فلانا من تحريف البخاري للأحاديث تحريفه لحديث قول علي عليه السلام والعباس في أبي بكر وعمر أنهما كاذبان آثمان غادران خائنان فاجران فلقد أخرجه في صحيحه في خمسة مواضع في كل منها أستخدم صيغة مختلفة فتارة حذف الجملة كلية وأخرى وضع محلها كذا وكذا ولكنه أبقى على سب العباس لعلي عليه السلام وقوله عنه أنه ظالم حاشة وهو ما يكشف عن أن البخاري إنما يقدس ويبجل أبا بكر وعمر ولا يهتم كثيرا بغداسة وجلالة أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه من تحريف البخاري للأحاديث تحريفه لحديث كدير الضبي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله الذين كانوا يقولون في تشهد الصلاة السلام على النبي والوصي حذف البخاري والوصي حتى لا يكتشف الناس أن هناك من الأصحاب من كان يعتقد بالوصي كان يعتقد بأن أمير المؤمنين علي عليه السلام هو وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وحتى لا يكتشف الناس أن هناك من أصحاب النبي من كان يصلي هكذا وكما يسلم على النبي في صلاته فإنه يقرن معه سلامه على الوصي صلوات الله عليه كان البخاري ينفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله أشيعة كأبي الطفيل فلقد ترك حديثه سئل أبو عبد الله بن الأخرم ابن الأخرم لما ترك البخاري حديث أبي الطفيل عامر بن واثلا قال لأنه كان يفرط في التشيع من خبث البخاري وتحايله إعراضه إعراضه عن الحديث الأصح وإخراجه ما دونه مختصرا لكي لا يعرف الناس ولاية علي عليه السلام فلقد أخرج حديثة بريدة الأسلم عن النبي صلى الله عليه وآله مختصرا متعمدا لإخفاء قوله يا بريدة أما علمت أن لعلي أكثر من الجارية التي أخذ وَأَنَّهُ وَلِيُّكُمْ مِنْ بَعْدِي فَقُلْ الله عليه وآله إِنَّ عَلِيًّا وَلِيُّكُمْ مِنْ بَعْدِي وأن بريدة اكتشف أنه إذ كان يحمل بهذا شيئا من البغض أو عدم الارتياح لعلي عليه السلام فإنه اعتبر ذلك إخلالا بإسلامه فقال لرسول الله يا رسول الله بالصحبة أي أتوسل إليك بصحبة إياك أن تبسط يدك حتى أبايعك على الإسلام جديدا أصحح إسلامي بأني منذ هذه اللحظة أتولى عليا فالذي لا يتولى عليا ولا يعتقد أنه الولي من بعد النبي إسلامه إسلام مختل يحتاج إلى تصحيح من خبث البخاري أنه بينما كان يختصر أو يحرف الأحاديث التي تفضح أبا بكر وعمر وعمر بن العاص وسمرت أبن جندب وأمثالهم وبينما كان يختصر أو يحرف الأحاديث التي تثبت ولاية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أو تثبت فضائله ومناقبه الخاصة المحرجة لأهل الخلاف لا عموم الفضائل والمناقب فإنه أخرج شيئا منها لكن تلك الفضائل والمناقب الخاصة بينما كان البخاري يتعمد إخفاء هذه النوعية من الأحاديث أو اختصارها حتى تضيع معانيها المحرجة لهم ولمذهبهم فإنه كان يورد الأحاديث والآثار التي تسيء إلى أمير المؤمنين عليه السلام بتمامها دون أي اختصار أو تحريف مر معنا أنه جاء بذلك الحديث على تمامه الذي فيه اتهام العباس لعلي عليه السلام أنه ظالم ومن تلك حديث أبي عبد الرحمن السلمي المتضمن لاتهام علي عليه السلام بأنه والعياذ بالله كان متجرئا على الدماء اعترف البخاري بأنه لم يكن يورد الأحاديث بتمامها وكمالها وهو ما يعتبر غشا وخداعا للأمة قال الصنعاني إن البخاري كان يرى جواز الرواية بالمعنى وجواز تقطيع الأحاديث من غير تنصيص على اختصاره لا ينص لا ينبه القارئ أو السامع أنه قد تصرف في الأحاديث وقطعها بل يرويها هكذا مقطعة وبالمعنى وذلك يوقع الخلل بأنك حين تروي حديثا وتقطعه تتصرف فيه تحذف منه ما تشاء ولا تنبهنا على أن هذا الحديث قد قطعت منه أجزاء أو اختطعت منه أجزاء فإننا حين ذاك قد نتوهم أن هذا الحديث جاء هكذا عن النبي صلى الله عليه وآله فنبطل الأحاديث الأخرى التي نجدها بتمامها ونقول تلك قد زيد فيها يعني المسألة تصير معكوسة وهذه من جملة مشاكلنا مع أهل الخلاف اليوم يعني بعض أهل الخلاف نحن نأتيهم مثلا بحديث أفرض عند الطبراني هو بتمامه عند الطبراني وفيه مثلا النص على علي عليه السلام أنه الولي والوصي من بعد النبي مثلا فيأتي المخالف ماذا يفعل يقول لا هذا الحديث هذه العبارات قد زيدت فيه لماذا لأن مثل هذا الحديث موجود في صحيح البخاري وهو خال من هذه الزيادات فيجعل الأصل هو ماذا صحيح البخاري وفاته هذا المسكين أن البخاري ومن جاء بعد البخاري اعترفوا بأن البخاري هو من كان ينقص من الأحاديث وليس العكس مو الآخر كانوا يزيدون في الأحاديث البخاري ينقص من الأحاديث فلذا من الطبيعي أن تجد هذه الظاهرة أن الأحاديث عند البخاري مبتورة منقوصة وإذا ما أردت استكمالها تفتش في المصادر الأخرى ما كان ما كان يصنعه البخاري بالأحاديث هو مما يسمى في الاصطلاح بتدليس المتون لما يقتطع من متون الأحاديث ما يقتطع مثلا أو يتصرف فيها ويضع مثلا هنا بياض أو كذا وكذا أو فلان هذا يسمى تدليس المتون وصاحبه ساقط العدالة يقول السمعان وأما من يدلس في المتون فهذا مطروح الحديث مجروح العدالة وهو ممن يحرف الكلمة عن مواضعه فكان ملحقا بالكذابين ولم يقبل حديثه ولكن مشكلة أهل الخلاف أنهم لا يطبقون قواعدهم على من لهم فيه هوى كالبخاري مع ظهور كذبه وتدليسه لم لم يكن البخاري يدلس في المتون فحسب بل كان يدلس في الأسناد أيضا فعلى سبيل المثال أثبت الذهب أن البخاري دلس اسم عبد الله بن صالح الجهن المصري المرمي بالكذب ونكارة الحديث ومع أن البخاري كان يشترط الرواية عن غير المدلسين إلا أنه بنفسه كان يدلس وأخرج عن المدلسين كجرير بن حازم وحفص بن غياث وأيوب السختياني والفضل بن دكين وكثيرين غيرهم ممن اشتهروا بالتدليس بل أخرج عن كبير المدلسين أبي هريرة قال شعب وهو الشيخ شيوخ البخاري كان أبو هريرة يدلس لأن أزني أحب إلي من أن أدلس التدليس أخ الكذب حادي عشر لم يتورع أهل الخلاف عن إخراج الأحاديث عن الكذابين الذين حكم بكذبهم أئمة أهل البيت عليهم السلام فلقد رووا مثلا النامير المؤمنين عليه السلام حكم بكذب المغيرة بن شعبة وأن الإمام الحسن عليه السلام حكم بكذب بن عمر وابن الزبير لكنهم مع ذلك يوثقون المغيرة وابن عمر وابن الزبير وأضرابهم من الكذابين مع أن هؤلاء مرفوضون مكذبون عند العترة الطاهرة عليهم الصلاة والسلام اعترف بعض المخالفين بأن إمتهم وحفاظهم ومحدثيهم كانوا غارقين في التدليس ومن هؤلاء محمد الأحدب في دراسته أسباب اختلاف المحدثين المنشورة من كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود حيث قال وعليكم السلام ورحمة الله وهذا القول هو أوسع الأقوال والقول به يترتب عليه أمر خطير وهو أن أحدا من العلماء لم يسلم من التدليس في قديم العصر ولا حديثه كلهم مدلسون اللهم إلا شعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان فإن هذين لم يوجد لهما شيء من هذا كما قاله الحافظ بن عبد البر يعني كل أئمة ومحدثي أهل الخلاف قديما وحديثا غارقون في التدليس إلا نفرين إلا أثنين ومع ذلك فيه نظر ترى للعلم بس هل نأخذهم على كلامهم الآن تثقون بمذهب يأخذ دينه من هؤلاء المدلسين كلهم متهمون بالتدليس كلهم غارقون فيه والتدليس أخ الكذب النتيجة التي خلصنا إليها من كل ما سبق هو أن بيئة أهل الخلاف بيئة مسمومة يكثر فيها الكذب والتدليس والتزوير والتلاعب بالسنة وإخفاؤها والإعراض عنها وتقديم الرأي والاستحسان والأذواق الشخصية عليها بغرض إبطالها للعرف والعادة ومثل هذه البيئة المذهبية السقيمة لا يمكن أن تعتبر بيئة أهل السنة حقا لأن أهل السنة هم الذين يحترمون السنة للذين يخدعون الناس ويتعاملون مع السنة بهذا الشكل هذه كانت النتائج التي وصلنا إليها في دراستنا وفي جلساتنا البحثية إلى هذه اللحظة